أسماء الشياطين وأخرج سموه في فوائده والضياء المقدس في المختارة عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضر ماء لم يشرب منه كبد حرا من إنس وجن ولا سبع ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة وفي النهاية لابن الأثير في الحديث أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم حي من العرب فقال بنوا من أنتم فقالوا بنوا نهم قال لهم نهم شيطان نهم شيطان أنتم بنوا عبد الله وفيها في حديث أبي سلمة أنه عليه السلام قال ذاك الهواء شيطان وكل بالنفوس وأخرج بن سعد عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وكان اسمه حباب أنت عبد الله فإن حباب اسم شيطان وأخرج الطبراني عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه قال دخلت أنا وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأبي هذا ابنك؟ قال نعم قال ما اسمه؟ قال حباب قال لا تسم الحباب فإن الحباب شيطان وأخرج بن أبي شيبة عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له شهاب فقال له بل أنت هشام إن شهاب اسم شيطان وأخرج بن أبي شيبة عن مجاهد قال عطس رجل عند ابن عمر فقال أشهب فقال ابن عمر أشهب اسم شيطان وضعه إبليس بين العطسة والحمد لله ليذكر إلقاؤهم الشعر على ألسنة الشعراء وفي شرح ديوان الأعشاء للآمدي قال روى الأعشاء أنه قال خرجت أريد قيس بن معد كارب بحضر موت فضللت في أوائل أرض اليمن وأصابني مطر فرميت ببصري فوقعت عيني على خباء من شعر فقصدت نحوه فإذا أنا بشيخ على باب الخباء فسلمت فرد علي السلام وأدخل ناقتي إلى بيت إلى جانب البيت الذي كان جالسا على بابه وقال احطط رحلك واسترح فحطت رحلي وجاءني بشيء فجلست عليه وقال لي من تكون وأين تقصد قلت أنا الأعشاء قال حياك الله أين تريد قلت أريد قيس بن معدي كرب قال أظنك قد مدحته بشعر قلت نعم قال أنشدنيه فابتدأت أنشده قولي رحلت سمية غدوة أجمالها غضب عليك فما تقول بدالها قال حسبك هذه القصيدة لك قلت نعم ولم أكن أنشدته منها إلا بيتا واحدا فقال من سمية التي نسبت بها فقلت لا أعرفها ولكنه اسم ألقي في روعي فاستحسنته فنسبت به فنادى يا سمية تخرجي فإذا جارية خماسية قد خرجت فوقفت فقالت ما تشاء يا أبتي أنشدي عمك قصيدتي التي مدحت بها قيس بن معدي كرب ونسبت بك في أولها فاندفعت فأنشدتها من أولها إلى آخرها ما أخرمت منها حرفا واحدا فلما أتمتها قال انصرفي فانصرفت ثم قال هل قلت شيئا غير هذه قلت نعم كان بيني وبين ابن عم لي يقال له يزيد بن مسهر ويكن أبا ثابت لحاءه فهجاني فهجوته وأفحمته قال وما قلت فيه قلت قصيدة أولها ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل فأنشدته بيتا فقال حسبك ثم قال من هريرة التي نسبت بها قلت لا أعرفها وسبيلها سبيل التي قبلها أعني سمية فنادى يا هريرة فإذا بجارية قريبة السن من الأولى فقال أنشدي عمك قصيدتي التي هجوت بها أبا ثابت يزيد بن مسهر فأنشدتها من أولها إلى آخرها ما أخرمت منها حرفا واحدة فسقط في يدي وتحيرت وتغشتني رعده فلما رأى ما نزل بي قال ليفرخ روعك أبا بصير أنا صاحبك الذي ألقي على لسانك الشعر فسكنت نفسي ورجعت إلي وسكت المطر فقلت له أبللني على الطريق فدلني عليه وأراني سمت مقصدي وقال لا تتخذ اليمين ولا الشمال حتى تقع ببلاد قيس وأخرج وكيع في الغرر عن جرير بن عبد الله البجلي قال سافرت في الجاهلية فأقبلت ليلة على بعيري أريد أن أسقيه ماء فجعلت أريد بعيري أن يتقدم فوالله ما تقدم وقد دنوت من الماء فعقلته ثم أتيت الماء فإذا قوم مشوهون عند الماء فقعدت فبينما أنا عندهم أتاهم رجل أشد تشوها منهم فقالوا هذا شاعر فقالوا يا أبا فلان أنشد هذا فإنه ضيف فأنشد ودع هريرة إن الركب مرتحل فما أخرم منها بيتا فقلت من يقول هذه القصيدة قال أنا أقولها قلت لولا ما تقول لأخبرتك أن أعشى بن قيس بن ثعلبة أنشدنيها عام أول بن جران قال فإنك صادق أنا الذي ألقيتها على لسانه وأنا مسحك ما ضع شعر شاعر وضعه عند ميمون بن قيس ترجمة نانسي قنقر